ماذا يعني للسعودية افتتاح أو إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في أرياض بعد سنوات من الانقطاع نفس الخير تحية لكم لضيفك الكريم من طهران نحن نعرف أن البيان الثلاثي الذي ظهر في مارس تحت رعاية صينية وعلى مستوى الأمن القومي السعودي إنهم ذكروا في البيان عدة نقاط ومن ضمنها الممثلين عن السفارات أو قنصليات في خلال شهرين ذهبت لجان سعودية فنية تقنية إلى طهران ومشهد لفتح السفارة والقنصلية وأيضا بعد ذلك المسؤولين الإيرانيين على المستوى الفني تحت مظلة الخارجية فالآن بدأنا مرحلة متقدمة اللي هو العراقات السياسية الدبلوماسية في واقع الإطار الرسمي والنظامي لا شك أنه المرفض السعودي الإيراني أخذ أبعاد كثيرة بعطى الطرفين فيه بخطوة بخطوة بدأنا منذ ثلاث سنوات اجتماعات تحت مظلة ورعاية عراقية السيد مصطفى الكاظمي سابقا استكملناها في صلفنا العنات إلى أن تبلور الموقف الواضح والصريح في بكير ثم لقاءات الخارجية وزراء الخارجية والتطلع في هذا الملاق لكن هناك من يقول دكتور الحربي هناك من يقول بأن الوساطة العراقية لم تحقق ما حققته الوساطة الصينية ولهذا اعتبارات معينة ولكن منذ إعلان منذ إعلان الاتفاق على المصالحة بين الطرفين وهذا كان قبل ثلاثة أشهر أو حتى أقل من ذلك واليوم يتم عادة فتح السفارات هناك من يقول بأن هذه مدة قصيرة بالنظر إلى أن الانقطاع دام قرابة سبع سنوات ما سر هذه الوتيرة المتسارعة في التقارب مع طهران؟ لا بس عشان نصحح لك معلومة أنه بدأ التقارب السعود الإيراني أواخر 2019 عبر خمسة جولات فنية تقنية أمنية استخباراتية أو المتوسطات العليا ومن ثم استكملوها في سلطنة عبان إلى أن أتينا في مارس 2022 تبلور الموقف والتضحة في الصين لماذا لم تكن العراق إذن مكان الصين لكي تبلور ما بدأته قبل سنوات؟ لأنهم يريدون أن يتفقون ببعد وإطار استراتيجي وبالتدرج تقييم وتقدير المواقف وهذا ما حصل لا يريدون أن يقدمون على مفاهمات فنية تكتيكية مرحلية ثم نعود إلى المربع صفر فلاحظنا أن هناك بعد تكتيكي فني وبعد استراتيجي تبلور بالإعلان الأخير والأهم من ذلك هي الإرادة السياسية للدولتين قضى النظر عن متى بدأت المفاوضات رغم أن المفاوضات كانت معلنة في جلالات متدرجة حقيقة أما أنه بدأنا الملفات مثل ما قلت لك خطوة بخطوة أتفق البلدان على كافة النقاط وضعوا أولويات في إطار واتفاقهم المستدام ودائما نضع على كلمة مستدام عشرين ألف خط ترجمة نانسي قنقر